السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة ومهمة عما يحدث في السودان وتحديداً اللي حصل في مجلس الأمن واللي روسيا عملته باستخدام حق الفيتو ضد قرار وقف الحرب في السودان هل فهم أن روسيا عملت كده؟ ولو عملت كده ليه عملت كده؟ وهل برطاني بجلالة أدراع بتاريخها الأسود يهمها مصلحة السودان فعلاً؟ وأن هي تقي في القتال في السودان؟ ولو وقف الحرب في السودان إزاي؟ كان هيفتح الباب لدخول قوات أممية وقوات إفريقية ويبقى الوضع عليهم وعليه ويبقى ده يعني شبه تأسيم للسودان وإعلان دولة تضمها ويدم الدعم السريع وكان القصة خلصت على كده ورد يعني البرهان على قرار روسيا والروسيا الوحيدة لمن 14 دولة اللي استخدمت حق الفيتو وقفت القرار طيب لما روسيا تعمل كده يبقى روسيا سيئة وقرار سيئ وقرار عار وزي ما وصفه رئيس وزراء بريطانيا؟ ولا لما كان أمريكا بتوقف الفيتو وفحق وقف اطلاق النار على العزل وعلى المدنيين اللي موجودين في الردينة العربية المحتلة شمعنا هنا كان حلو؟ وشمعنا هنا ولاد ستين في سبعين؟ الحقيقة العالم ده بيكيل بميكالين والسودان هي رقعة للصراع العالمي فقط لغيره ما تحديش بقى تكلمني في أي حاجة السودان رقعة للصراع الدولي والصراع العالمي تفاصيل كتيرة جدا عن هذا القرار وما يدور في السودان الآن بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسبوش تبعمونا بشير ولايك وكومنت واشتركوا في القناة وفعلوا وزر الجرس عشان جسركم كل جديد أكون أنا معاكم شاني مشرف وحلقة مهمة جدا عن ما يحدث في السودان 24 ساعة فاتوا عن الحدث الأبرز خلال الأيام اللي فاتت في استخدام روسيا مجلس الأمن استخدمت الفيتو وأوقفت مشروع قانون كانت قدمته يعني بريطانيا وسريليون وده بيأكد إنه هو في حاجة غلط وإن بما فيهم ذلك السن السن وفقت مشروع وقفت مين وقفت روسيا بس خلينا قبل ما أقول لك تفاصيل القرار وتفاصيل وقفه خلينا نتكلم عن ما يحدث في السودان وراجع مع بعض كده أولا السودان هناك حرب بالوكالة على أرضها رقم واحد الدعم السريع مدعوم من جهات دولية وإقليمية وعربية والبرغام مدعوم من جهات دولية وإقليمية وعربية في ظل إن فيه سلاسي في المنطقة من أبي أحمد ليه حمدتي ليه النتل دول أصدقاء وفي دول بتدعمهم في ظل إن السودان ما هي إلا ساحة حرب واقتتال بين دول معينة وفرض السيطرة سواء السن وروسيا من اتجاه الغريب في الموضوع إن إحنا شايفين فيه مجاعات في السودان ولكن السودان بقى خد عندك بقى السودان فيها خيرات وأرض زراعية وموارد مائية ومحاصيل تقدر تكفي تأكل تقرة الإفريقية كمان طيب اتنين مناجم دهب واحتياطي دهب كبير جدا تلاتة احتياطي كبير جدا من البترول أربعة موقع استراتيجي على البحر الأحمر خمسة تتوسط القارة ولها حدود غاية الأهمية مع مصر وإثيوبيا وتشاد وجزء من ليبيا وليلة كبيرة ساعدت السودان رمانة وعصب كبير في القارة الإفريقية السودان تمتلك المقومات وتمتلك الإمكانيات لتسود وتصبح دولة كبيرة ومؤثرة مش هقولك بالقارة الإفريقية بس في العالم كل السودان لديها ثروة بشرية كبيرة جدا لكن للأسف تحولت لساحة حرب عشان يبقى فيه نازحين 11 مليون سوداني تم نزحوا خلال هذا العام بينهم ثلاثة مليون خارج السودان وأكتر فالسودان الدعم السريع انشق وإحنا قلنا قبل كده وكشفنا لكم التفاصيل سبب انشقاق الدعم السريع لأنه كان خلاص هيندمج في الجيش وهيسلموا السلطة لشكل مدني لكن الدعم السريع عنده مشاريع وميناء ومطارات عسكرية على البحر الأحمر وقفها الجيش بسبب ان فيه دعم وتمويل من جهات مجبوهة وهيستخدموا هذه الموانئ والمطارات فيه أشياء مجبوهة من هنا الدولة والحكومة وقفت هذه المشاريع من هنا قرر حمدتي ينقلب ويثور على البلد ويجلب الخراب والضمار على السودان بالكامل الفترة اللي فاتت شهدت تقدم بشكل كبير جدا للجيش السوداني في عدة محاور من ضمنها العاصمة ومنطقة جبل موية ومناطق عديدة والحدي دلوقتي الدعم السريع مش عارف يخش الفاشر ومحاصر في الجزيرة رغم ما يلقاه أهل الجزيرة المرابطين هناك من ويلات والدعم السريع اختكى بكل جرائم الحرب اللي ممكن تتخيل من اعتداء على النساء من تجويع من قتل مدنيين من تجنيد جباري من تهجير قصري حقيقة ان الوضع كان صعب وعشان كده الناس اللي بدعموا الدعم السريع شافوا ان الدعم السريع اوشك على الاندصار والانهزام والاندمار طيب ايه اللي حصل قالك نحمل مشروع قانوني نوقف الحرب في السودان واندخلينا كام جندي تبع الامم المتحدة وتبع منظمة الايجاد وتبع الاتحاد الافريقي ويفصلوا بين القوتين وكل واحد يحتفظ بمكانه ويبقى الوضع على ما هو عليه وندخل مساعدات ونيجي نتكلم سينسا بقى قسم السودان تاني قسمها تاني بقى مهماغة ما المحصل قبل كده وانفصال الجنوب عن السودان كان برضه بزريعة فخلاص قسم السودان تاني ومجلس الامني يوافق على وقف اطلاق النار ويضع كل أسلحتهم في ظل ان الجيش متقدم انا افهم الموضوع ده لو كان حصل اول ما الحرب قامت والدعم السريع كده متوغل وبسيطر والدنيا ماشي معاها عنب فيوقف حرب والدنيا توقف لو في بقى نية للعالم حقيقة انهم يوقفوا حرب لكن اش معنى العالم ما تحركش الا لما الجيش السوداني بدأ يحقق انتصارات وانا هنا بعني الجيش السوداني والناس اللي بتقاتل مع الجيش السوداني بعنيهم كقوة ولا اعنيهم كاشخاص ممكن اختلف انا مع البرهان اختلف مع ملك عقار اختلف مع اي حد واحنا نختلف مع بعضنا لكن لا نختلف عن لابد ان يكون السودان مستقر وتحت يد حكم واحدة ويخرج منه لمخطط وخارطة لاتمام عملية سياسية وتمكين حاكم مدني من حكم السودان ويبدأ يطور ويعالج ما انهكته الحرب على مدار الفترات اللي فات هنا ما انا ما بدعمش الجيش عشان جيشه عشان فلان فلاني لا انا بدعم قوة واحدة في الدولة تكون قوية ومؤمنة ويكون الناس امنين على اموالهم وبيوتهم واعراضهم ومستقبلها روسيا بقى استخدمت حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدعو الى وقف فور اعمال القتال في السودان وتسهيل وصول المساعدات الانسانية والطبية والمشروع ده عدته بريطانيا وسيرليون وحظى بتأييد جميع اعضاء مجلس الامن الاخرين منهم السيد بس الصين بتبقى متفقة مرة انا وافق ومرة انت تستخدم الفيتو مرة انت توافقي وانا استخدم الفيتو الصين وروسيا متفاهمين جدا في الجزئة دي اما روسيا فقد بررت موقفها باتهان بريطانيا بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للسودان مستندة الى مواصفته يعني بازدواجية المعايير الغربية حيش اشرت الى دعم بريطانيا لكان الزفر في غزة مقابل سعيها لفرض قرار بشأن السودان واكدت روسيا شفت بقى اللي انا بقولهولك اش معنى هنا حلوة وهنا وحش والحرب تقف واش معنى لما روسيا يتقدم لوقف الحرب في غزة الناس هما اللي يوقفوا التانيين وياخدوا الفيتو لا عالم مدمون عالم عنده شو سفرينيا عنده مزدواجية في المعايير عنده قصة في دماغه عنده مصالح كل اللي بيدعو للسلام ووقف العنف في اي بقعة في العالم يتغير موقفه بتغير مصالحه مفيش غير كده اه نفسنا حرب توقف في السودان ونفسنا حرب توقف في قطاعه ونفسنا حرب توقف في الاراضة العربية المحتلة وفي كل مكان وما فيش حد باسع للحرب بس شمعنى انتوا بتقسموها على كيفكم وقف هنا وما توقفش هنا وده اللي قالتوا روسيا صراحة وروسيا اكدت ان الحل الوحيد للصراع هو موافقة الاطراف المتحاربة على وقف اطلاق النار مع رفض اي تدخل خارجي مكونش في تدخل حاليا نوقف في الاطلاق النار بس نظمن ان ما فيش تدخل خارجي وفي هذا السياق شدد مساعد السفير الروسي للامم المتحدة على ان موسكو كانت تأمل في وقف اطلاق النار يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين السودانيين منتقد الجانب البريطاني لعدم الاشارة الى السلطة الشرعية للسودان خلال المفاوضات ان بريطانيا ما قالتش ان الجيش هو السلطة الشرعية او المجلس السيادي السوداني هو السلطة الشرعية بقيادة قائد الجيش عفتاح برهان اذا انتوا بتبنيروا نية ان كل الاطراف تتساوا ان حمدتي يتساوا بالبرهان يتساوا بالمجلس السيادي ان الميليشيا تتساوا بالجيش فهنا كان ده رد روسيا لكن بقى وزير الخارجي البريطاني وصف الفيتو الروسي والقرار ده بانه وضيع وخبيس اهلا وسهلا وضيع وخبيس طب والفيتو اللي كان بتاخده كل شوية امريكا كان ايه كان حلو كان فيتو بالجبنة ولا كان فيتو بايه قزارة انت اصلا دولة تمتلك تاريخ من الدماء وتاريخ من الاستعمار وتاريخ من القزارة وتاريخ من تفتيت المنطقة وتمزيق الشرق الاوسط وافريقي بتتكلمي عن الخباثة والوضع سبحان الله معتبرا ان ذلك يمنح الاطراف المتحاربة شعور بامكانة التصرف دون عقاف اما بقى وزارة الخارجية السودانية رحبت بقرار الفيتو اشدت بالموقف الروسي وقالت انه بيعبر عن الالتزام بمبدأ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي وجاء في بيان وزارة الخارجية ان الحكومة تأمل فيه ان تضع هذه المسألة او السابقة التاريخية حدا لاستخدام مجلس الامن كمنبر لفرض الوصاة على الشعوب يعني نتمنى ان المجلس الامن يقف عن فرض الوصاة على الشعوب وعلى صعيد اخر اعلن قائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح البرهان رفضوا اي تدخل خارجي مشيدا بموقف روسيا الداعم واكد خلال مؤتمر اقتصادي تم عقد في بورتو سودان ان السودان لم يوافق على اي مشروع وعلى مشروع القرار وصف ايابة انه معيب وياخدش السيادة السودانية وشدد البرهان على ان الجيش لن يقبل وقف اطلاق النار دون انسحاب كامل لقوات الدعم السريع زي ما تسمعوا في الفيديو ده كده بالزبط شوفنا الموقف الروسي الداعم للسودان ولا بنوقف اطلاق النار اي وقف اطلاق النار غير مشروع بانسحاب كامل من كل منطقة دخلوا فيها الناس ديلا اي وقف اطلاق النار غير مشروع بفك الحصار عن الفاشل وفتح الطرق بعض المحللين بيشوفوا ان استخدام روسيا للفيتو في مجلس الامن بشأن السودان يعكس تمسكها بمبدأ رفض التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول حيث ترى ان القرار المدعومة من الغرب تهدد سيادة الدول الافريقية مما يجعلها تسعى لتقديم نفسها كشريك بديل واكثر احتراما لهذه السيادة كما انها تستغل ازدواجية المعايير الغربية مثل دعم الكان الزفر في قطاع لتبرير موقفها وتعزيز صورتها لدى الرأي العام الدولي خاصة في الدول النامية والحقيقة ان يعني روسيا خادت بونت بالفيتو ده خادت بونت كبير جدا في الدول النامية ان هي بترفض التدخل في سيادة الدول وبتقول ان في ازدواجية في المعايير في اوروبا والعالم القذر ده من توليه اباجيين تخشوا وتتدخلوا في السودان ما تتدخلوا اولا بكم توقفوا اللي بيتعملوا الكان الزفر في الاراضي العربية المحتنة اولا بيجوا تعملوا كده وفي السياق ذاته يعتقد مراقبون ان استمرار الحرب في السودان يمثل فرصة لروسيا لاضعاف الدولة كمركز قوة ما يساهل توغلها ونفوذها عبر لعبين متعددين لا سيما في ظل الفوضى هذا الموقف ينسجم مع استراتيجية موسكو لتوجيه الانظار بعيدا عن الازمة الاوكرانية واستثمار الازمات الاخرى لتخفيف الضغوط الدبلوماسية والاعلامية عليها وفي الوقت نفسه تسعى روسيا لتعزيز نفذها في افريقيا من خلال تقويت علاقتها بالدول المتضررة من الصراعات تكون بوابة موازية للضغوط الغربية على مستويات متعددة مع التركيز على الاستفادة من موارد الطبيعية مثل الزهب والمعادن التي تديرها جزئيا شركات روسية مثل فاجنر مما يحقق لها مكاسب اقتصادية كبيرة وكان قلنا زي ما قلنا الاربعتاشر دولة منهم من الخمستاشر كانوا أقعوا على القرار لكن وقفته روسيا بقرار حية قرار شجاع لكن معا نحن نتمنى ان احنا الحرب تقف في هذا السياق ولا تكتمل ويكون فيه وقف الاطلاق النار في السودان لكن الوابع بقى كريسي بشكل كبير جدا اما بقى ما ظهر في الجلسة انهم كانوا عايزين يرفعوا الجلسة للمشاورات وقبل ما يسوتوا يقعدوا يتنقشوا قصص دي كلها لكن روسيا كانت متمسكة بهذا القرار وضربت كرسي في الكلام عايز بس افكركم ان الحد دلوقتي السودان اكتر دولة في 2024 فيها عدد نازحين بيصل الى من 11 ل 12 مليون نازح منهم 3 مليون خارج البلاد وفيه 26 مليون شخص يعني عندهم ان عدام حد في الامان وفيه مجاعات واعمال عنف وفيه عنف جاسدي وفيه تكتيكات حرب صعبة جدا والحقيقة ان السودان يمر بفترة صعبة والحزن الاكثر انه بايدي سودانيين او ناس مدعي انها وطنية وسودانية لكن باذن واحد احد الخير قادم للشعب والامة السودانية وهذه الدماء لن تروح حضر وسيحاسب من اسفكها هنتابع معاكم كل تطورات الملف السوداني وما يحدث فيه من مستجداد لحظة بلحظة في نهاية الفيديو طبعا وننسوش ندعو لاخواتنا في فلسطين ربنا يسبتهم وينصرهم ويحقن دماء الاخوة في السودان ويعني يرعى الشعب اللبناني مما يحدث له ايضا ويحفظ الامة العربية ويوحد كلمتها ويحمي مصر ويحفظها قلب العروبة النابض أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته